خليني نروح لاتحاد الأفريقي بما نحن نتكلم على الكرة الأفريقية وطبعاً نحن نتكلم على وقعة فساد لم يتم البت فيها وحسمها بشكل نهائي لكن اتحاد كرة القدم الأفريقي الكاف قرر أنه يمد فترة رئيسة الكونجولي كونستنت عماري لترقص الكاف لغاية موعد إجراء انتخابات مقررة إن شاء الله تكون في يوم 12 مارس المقبل البيان الرسمي اللي صدر عن الكاف النهاردة بيقول أن أحمد أحمد لم يعد قادراً طبعاً على ممارسة مسئولياته كرئيس الاتحاد الأفريقي بعد مصادر قرار بإيقافه والحقيقة لجنة الأخلاقيات المستقلة بالتحاد الدولي قررت إيقاف أحمد أحمد لمدة خمس سنوات بتهمة الإخلال بواجب الولاء وتقديم الهدايا والمزايا وإساءة إدارة الأموال واستغلال منصبه كرئيس لكاف عمري سليماني النقب الأول لرئيس الكاف هيتولى أو تولى بالفعل كان رئاسة الإدارة التنفيذية الاتحاد الأفريقي كان بصفة مؤقتة لغاية يوم 30 نوفمبر بناء على تعليمات من أحمد أحمد نفسه لأنه كان يعني أصيب فيروس كورونا وكان يعني خضع لفترة نقاها كانت مفترض نهاية السمر 20 يوم فتولى كونستانت سليماني المهمة لحين طبعاً كان مفترض عودة أحمد أحمد لممارسة أو تولي منصبه مرة تانية قبل ما يصدر قرار الفيفا بإيقاف أحمد أحمد لمدة خمس سنوات والتحقيق في جرائم الفساد نحن نكلم على جرائم الحقيقة يعني ما كانش حد ممكن يتخيلها أو يتصورها في عالم الرياضة ونكلم على إهدار مال التحدي الأفريقي ونكلم على سمصارة ونكلم على عمولات ونكلم على ملايين الدولارات الحقيقية اللي أهدارها أحمد أحمد إذا ما ثبتت التهم عليه بشكل نهايي طبعاً أثناء فترة توليه رئاسة تحدي الأفريقي ملايين يعني نكلمي في ملايين وأعتقد ده جزء من أسباب أو سبب رئيسي من أسباب معاناة الكرة الأفريقية يعني عندما يكون القائمين على رئاسة التحدي الكرة الأفريقية بيمارسوا هذا النوع من الفساد أنت مش متخيلة حجم السواء فيما يتعلق مثلاً يعني عايز أقولك في تهمة واحدة من التهمة الموجهة لها سارة كان مفترض أنه في عقد توريد مسلزمات يعني للتدريب ووقع إلى آخر والاتحاد الأفريقي كان متقدم لها عرض من أحد الشركات مش هول اسمها شركة ألمانية مشهورة جداً يعني أنها تورد الحاجات دي بمبلغ تقريباً بنكلم في 300 ألف أو 400 ألف يورو تم رفض التعاقد معها وتم إسناد التعاقد لشركة تانية مفترض أنه أحمد أحمد على صلة بيها زي ما بيقول الاتهام الموجه يعني وتم التعاقد مع الشركة دي بتكلفة بلغة كام؟ 12 مليون يورو فأنت بتكلمي تقريباً عن 36 دعف دي واحدة بس من قيم التهم كبيرة جداً بس فكرة مكافحة الفساد مهمة جداً يعني فكرة أنه فيه قوانين وفيه اللي احنا شايفينه والخبر اللي بنقوله ده فيه مكافحة إذا طبعاً ثبتت التهم عليه بشكل كبير طبعاً مهم يكون فيه يعني العقوبة بس مش في إيقاف أو استبعاد أو حتى أن يكون فيه عقوبة جنائية لكن إزاي ممكن تستردي وإزاي ممكن تمنعي استنزاف الأموال دي اللي بتهيألي لأنها لو تدخط في المكان السليم بتاعها تفرق كتير جداً في النهود بالقرى الأفريقية أكيد